باركاته معكم عبد الرحمن من قناة جود كود والنهاردة هنستكمل على برنامج الار هنتكلم دلوقتي عن مبدئيا كده زي ما علمتك في من شكل عام انا عايزك تبقى اعرف تلك كلمات عايزين نشوف هل في علاقة ما بين او في ترابط ما بين الانديبندنت والديبندنت هل الانديبندنت ممكن يتوقع لي حدوث والديبندنت والعايزوليشن عايزين نعزل والعوامل الدخيلة ده تلك كلمات اللي انا عايزك تعرفهم في في شكل عام وبالنسبة الفارق ما بينه وبين ان ادي بنا انت بتاعه او بتاعنا عبارة عن او عبارة عن مكون من زيرو وواحد وهكزا يبقى عبارة عن مجمواتين فقط يبقى الفارق عبارة عن مجمواتين فقط يبقى دي فكرة زي ما قلت لك هو بنستخدمها علشان نعمل وليكن مسلا لو انا عطتك مثال لو عندي مسلا اه ناس اللي عندهم مشكلة في او امراض الشرايين التاجية ناس عندهم وناس ما عندهمش تمام فهو ناس عندهم هكوضهم بواحد وناس ما عندهمش هكوضهم بزيرو وعايزين نشوف العوامل التي تتوقع حدوثا بتاعنا اللي هو تمام يبقى دي فكرة انه هو بيستخدمها علشان نشوف هل في ارتباط هل ممكن اتوقع من خلال دول اتوقع حدوث دوت ولا لا اه بالنسبة لكلمة يعني بتاعي عبارة عن توصب زيرو واحد عندهم ما عندوش. اه لكن اكتر من يعني تلات مجموعات وليكن مسلا عندي عايزة تنبأ بحدوث او مسلا او او بتاعي مسلا معالد مودرت سيفير او اكتر من ده المالتينوميال. اه ويكون اي حاجة بس او رقمي سواء نوميال سواء سواء مام ده كله يعني سواء او ايه او او اه انا عندي حاجة اسمها او 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 دي اهم حاجة عندي او دي دي الحاجة اللي انا بعمل لها ودي بتبقى عندي تلات حاجة يا اما تكون اكبر من الواحد اما تكون اقل من الواحد اما تكون تساوي واحد وبناء عليه وبناء عليه هقدر افسر او هقدر اقول ان العامل دوت ممكن يسبب لي في حدوث او ان العامل دوت يقلل من حدوث الحاجة دي. يعني مسلا لو شفت عندك هنا مكتوب ايه? لو او احنا بنكتبها او 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 لو هي اكبر من الواحد لمجموعة معينة تمام? فان فان الاشخاص اللي في المجموعة دي عندهم يعني فرص اكتر فرص اكتر تمام? ان هما يعملوا لي ان هما يعملوا لي الحاجة دي بالمقارنة الريفرنس جروب تاني 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 تاني. بيقول لك اف زا فاليو اف اكس بي بي از واحد فور سيرتن كاتيجوري. المجموعة معينة. فان الاشخاص اللي في المجموعة دي عندهم فرص اعلى. او 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 ساكسس زان زا شاب زا سبجكتز ان زا ايه? زا رفرنس جروب ان هما يعملوا لي الايه? بتاعي. ماشي? او 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 ساكسس لو كانت اقل من الواحد واكوال. كلهم ايه? متسوين في التأسير. ده كلهم ده الكرام ده اقوله لما يكون. انا ايه لما يكون. انا دلوقتي عملت وطلعت 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 عندي اقل من او يساوي خمسة من مية اقل من او يساوي خمسة من مية. فكده انا المجموعة دي او العامل دوت فعلا بيتنبأ لي بحدوس بتاعي. ابدأ بقى ابص على واشوف بقى مقارنات ما بينهم. واشوف ايه العامل دوت بيتنبأ لي بس انهي واحد في المجموعة دي هو اللي ممكن تسبب لي اكتر بالمقارنة بالرفرنس. تمام? بدي فكرة طيب ده الكلام دوت لو كانت ليه كاتيجوريك الجروب. طيب لو كان الجروب بتاع اللي انا بشوفه هتقول له مسلا برضو هي اكبر من واحد هو اقل من واحد واحد. لو كان مسلا اكبر من واحد فالاشخاص بتاعهم اعلى. وليكن الاعمار. يبقى الاشخاص اللي عمرهم اعلى عندهم ايه وهكذا. نفس الفكرة بقوارس هو هنقول ايه الاشخاص اللي عندهم اعلى والاشخاص اللي عندهم ايه عمر اقل. تمام? بالنسبة بالمقارنة اصد بالاشخاص اللي عندهم امر اقل. يبقى الاشخاص اللي عندهم اعمار اكتر بالمقارنة بالاشخاص اللي عندهم امر اقل. ده عن ايه? انا عايز افهمك بس ان انت في الكاتجوريكا اللي بتقدر تحط الرفرنس براختك. لكن في دايما الرفرنس الصغير. يعني انت بتقارنك كبير بالنسبة للصغير. هل? حتى لم قلتهش. بس ايه دي الفكرة. اهو. تعال بقى نشوف. انا انا احسن انت تلوتي معي في الايه? في الويستيجريجريشن. بس تعال ايه? نشوف الدياتا. طب نشوف الدياتا في الفيديو الجاي عشان الفيديو ما يتوقفش.